أسبوع خلال الفترة الأخيرة زي ما احنا شايفين لقطات اللي احنا عرضناها على مدار الإطلالة الإخبارية لوصول كارترون إلى مقر النادي الأهلي بالجزيرة لقطات مهمة جدا بالتأكيد حدث مهم جدا لوصول كارترون إلى مقر النادي الأهلي بالجزيرة منذ قليل لقطات شفناها بالتأكيد منذ قليل عن وصوله للنادي الأهلي وقيادته للفريق الأول لقرة القدم بالنادي الأهلي ولقطات هامة جدا لأول مرة يمكن هذا المشهد توقيع الفرنسي باتريس كارتيرون على التعاقد الرسمي مع النادي الأهلي في حضور العميد محمد مرجان المدير التنفيذ للنادي الأهلي العميد محمد مرجان بيمثل النادي الأهلي في هذا التعاقد كطرف أول والطرف الثاني المدير الفني الفرنسي كارتيرون في حضور أعضاء لجنة الكرة ورئيسها الكابتن محمود الخطيب الكابتن زيزو كابتن علعب صادق كابتن حسام غالي وفي حضور أيضا كابتن محمد يوسف المدرب العام ومدير الكرة لقطات مهمة جدا نجل عميد محمد مرجان بتمنى التوفيق وأسرة النادي الأهلي وعائلة النادي الأهلي بتمنى التوفيق لكارتيرون بعد توقيعه على تعاقده مع النادي الأهلي صورة بميت كلمة صورة لها معاني كثيرة جدا صورة عندما تظهر على الهواء مباشرة تكون صورة للتعاقد والتوقيع الرسمي وقيادة الفريق بشكل رسمي خلال الفترة القادمة كارتيرون في صورة جماعية ولقطات مهمة جدا مع لجنة الكرة كابتن محمود الخطيب بتمنى له التوفيق كابتن الله عبدالصادق كابتن عبدالعزيز عبدالشافي كابتن محمد يوسف وفريق العمل بلا هيبدأ المهمة خلال الفترة القادمة والكابتن حسام غالي أحد الكوادر الرياضية والإدارية اللي نتمنى لها التوفيق يا رب مع النادي الأهلي والعميد محمد مرجان ممثلا عن النادي الأهلي في هذا التعاقد كمدير تنفيذي والكابتن سامير عدل بخبراته الإدارية الكبيرة جدا كمدير إداري للفريق الأول وبالتأكيد هيكون معاه سطاف إداري شباب مميز جدا خلال الفترة القادمة بإذن الله كارتيرون مدرب نجح في القرى الأفريقية